أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليو العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل تحفيز الإبداع والابتكار على كافة الصعود التنموية لتقديم مزيد من فرص التطوير الواعدة وتعزيز التنفسية في كل مجال بما يسهم في استمرار تحقيق المنجزات والطموحات التي تأتي نتاج الأفكار الإبداعية وتترجم عبر التنفيذ المتقن إلى خطط ومبادرات ومشاريع متنوعة ترفض القطاعات الحيوية بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه نعم جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصة القضائبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعدت السيد زايد بن راشد الزيني وزير الصناعة والتجارة السيد إغنانسيو جراسيا الفيس رئيس مجلس إدارة أرثر دي أرل لتل ومديرها التنفيذي حيث أشار سموه إلى دور الحلول المستدامة لمختلف التحديات في تحويلها إلى فرص مستقبلية متلامية الأثر تسهم في فتح أفاق إبداعية لتحقيق المزيد من النتائج لافتا إلى دور القطاع الخاص الداعم للاستثمار في الابتكار كأحد مقاومات التطوير والباعث على الدفع بوتيرة الإنجاز نحو مستويات أكثر من الإنتاجية والكفاءة المنشودة من جالبه أعرب رئيس مجلس إدارة أرثر دي لتل ومديرها التنفيذي عن الشكر والتقديل لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بفتح المزيد من أفاق التعاون المشترك ومتمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء ترجمة نانسي قنقر